اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان برنامج التوعية التي صممت من اجلها انشطة وفعاليات برنامج التربية الامنية تأتي لتوعية جيل كامل من طلبة المدارس في الفترات العمرية الصغيرة والشابة التي سيناط بها مهام بناء مجتمع واع ومثقف في الحقيقة هذا الحدث ليس غريب على شرطة دبي هو جزء من برنامج التربية الامنية التربية الامنية الحمد لله من البرامج التي تعتز شرطة دبي انها قدمتها لابنانا الطلبة سواء في جميع المراحل الحلقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة وحاليا الحمد لله اطور هذا البرنامج لتحويل اول كان كله اغلبه لمدارسنا وطلبتنا المواطنيين والعرب سواء مدارس حكومية او مدارس خاصة اليوم الحمد لله هذه اول تجربة انه نطلع معه بالبرنامج هذا الى ابنانا من الجاليات اللي هي غير ناطقة بالعربي والحمد لله ان البرنامج بيستمر اسبوع كامل نفس البرامج اللي تتقدم باللغة العربية حاليا بتتقدم ان شاء الله باللغة الاجنبية وبنبدأ نعمل نوع من التواصل مع ابنائنا اللي هم غير ناطقين باللغة العربية وان شاء الله هذه التجربة الاولى اللي نحب نشوفها وباذن الله تعالى ان تكون هذه التجربة ناجحة تحكس الصورة الحضارية لمجتمع دول الاتمارات العربية المتحدة وتواصلنا كمجتمع واحد لاننا نحن نتكلم عن ابناء عايشين على ارض هذا الوطن وان شاء الله باذن الله تعالى يكون ولائهم لهذا الوطن انتماء بهذا الوطن عن طريق التواصل والمعرفة وهذه التجربة باذن الله تعالى تكون من التجارب الناجحة ونتمنى ان شاء الله ان ابنائنا الطلبة يعيشون الايام طوال اسبوع هذا في معرفة وفي نوع من المرح حضر الافتتاح فاطمة غانم المري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتعليم المدرسي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية والمقدم الدكتور احمد محمد راشد السعدي مدير ادارة خدمة التدريب الدولي بالنيابة في الادارة العامة لخدمة المجتمع مساعد المنسق العام لبرنامج التربية الامنية وهند المعلة رئيس الابتكار بهيئة المعرفة والتنمية البشرية وانوار الهنائي مدير ادارة قرية التراث والغوص في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والنقيب فهد الزرعوني والوكيل خليل ميرزة والدكتور علي الكندري مدير شركة ريفيرا لتنظيم الفعاليات الشركة المشاركة في تنظيم الحدد برنامج التربية الامنية لها اهداف واضحة واتطبقت على مستوى دبي والحين بيتطبق على مستوى الامارات لكن نحن غير ناطقين باللغة العربية ما توجهناهم وفي هذه الحالة نحن اليوم نتوجه لنا غير ناطقين باللغة العربية طبعا نتكلم عن ابنائنا الطلبة فاليوم هذه اول تجربة فيها تواصل معهم وان شاء الله نفس البرنامج باذن الله تعالى بمجهود الاخوة اللي موجودين معنا ان يتوصل ايضا بنفس الاسلوب باللغة الاجنبية لاخواننا او ابنائنا الطلبة واكد اللواء المري أن برنامج التربية الامنية ما هو الا ترجمة عملية لتعميق مفهوم الهوية الوطنية لدى النشأ من خلال تلك المحاضرات وبعض البرامج التتقيفية التي تحث على الاعتزاز بالهوية الوطنية وتعليم المنتسبين بعض المهارات التي تؤدى خلال اعداد شخصية الطالب وهذا ما حرص عليه المدربون والمحاضرون من خلال البرامج النظرية وحصص التربية العسكرية ولسيما في المراحل الاولى التي عقدت في حياة الطالب اضافة الى برامج التوعية والسلامة المرورية والتوعية الامنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة